السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول السنوي حبايب قلب المحترمين بطيختي السغنانة يارب تكونوا بخير كده وصحة وسلامة أهلا بك يا بطل فقولي سنوي مبدئيا كده في بداية الفيديو يا جماعة بأكد ان الفيديو ده حكتيين أولا لو ليه أمور طلابنا المحترمين رقم اثنين للطلاب فرجاءا لو حضرتك وليه أمر اسمع الفيديو كويس لان الموضوع ده جماعة بيوضح نظام محدد لمادة الكيميا ان شاء الله احنا هنشتغل عليه طول السنة فأرجو ان حضرتك كواليه أمر لا تهمل في انك تسمع كل تفصيلة فيه عشان تكون فاهم النظام كويس وتختار لابنك النظام الأفضل رقم اثنين بالنسبة لطلابنا كمان لو انت بتسمعنا وانت طالب لقولة سنوي وده جديد عليك انت راجل جاي من اعدادي على نظام جديد مش فاهم في حاجة فاحنا ان شاء الله في الفيديو ده بنوضح لك كل حاجة عن نظام شغلنا وازاي ان شاء الله تشتغل صح عشان توصل لأعلى الدرجات في مادة الكيميا ويعني نخفف من حدة خوف الناس من المادة دي يا جماعة ان شاء الله لان احنا حبين كمان انك بإذن الله السنة الجاية تكون معانا في علمي طيب مبدأين كده جماعة الفيديو ده مقسم لجزئين جزء بيتكلم عن تفاصيل الانلاين عموما او هنشتغل ازاي الجزء التاني ان شاء الله خاص بطلبة واولياء امور السويس يعني احنا اسميني الفيديو الجزئين فاسمعني كويس حضرتك عشان ما تفوتكش اي حاجة طيب بصفة عامة جماعة احنا هنشتغل ازاي مع طلاب اولى سنوي بإذن الله جماعة طبعا انتو داخلين على مرحلة جديدة انا عارف ان معظم طلاب اولى سنوي ما اشتغلش قبل كده مع حاجة اسمها اونلاين الطالب متعاود دايما على ان هو يبقى موجود في مكان سواء في سنتر او ان المدرس بيجيله فده شيء جديد بالنسباله ان هو يشتغل على حاجة اسمها اونلاين اولا ما تلاقش خالص التجربة هقولك مزاياها بإذن الله وهتفهمها كويس ولما هتشتغل هتلاقي الموضوع اسهل وبيوفر لك وقت وبيوفر لك فلوس وفي نفس الوقت انت بتتعلم وانت مستريح وكل حاجة بتجيلك لحد باب بيتك زي ما بيقولوا طب مبدئيا كده جماعة احنا شغلنا هيكون متقسم ازاي شغلنا جماعة عبارة طبعا في النظام الجديد عن شرح وحل كتير حلول ومراجعات وتدريبات دي اهم حاجة في النظام يعني انت اولا لازم تفهم كويس رقم اتنين حبيب قلبي لازم تتدرب بشكل جيد ويتم متابعتك ولذلك احنا اسمنا النظام السندي جزئين ايه هم الجزئين دول يا جماعة مبدئيا بالنسبة للشرح الشرح بتاعنا جماعة شرح لطلاب الصف الاول السنوي الشرح كاملا شرح المنهج بإذن الله جماعة هيكون بينزل على اليوتيوب يبقى احنا بالنسبة للشرح يا جماعة الشرح ايه اللي بيحصل حضرتك بينزل لك محضرة محضرة كل اسبوع طب المحضرة دي بتنزل يوم ايه بتنزل يا جماعة المحضرة يوم الاثنين الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الساعة السادسة مساء بتنزل محضرة شرح لجزء من المنهج ده كل يوم اثنين اه كل يوم اثنين الطالب بتاعنا بإذن الله بيخش يتفرج على المحضرة دي اول حاجة اللي هي مدتها تقريبا بتكون حوالي ساعتين هي محاضرة واحدة بس في الاسبوع طيب بعد ما شاف المحاضرة بأكد تانا هو يبقى احنا عاملين يا جماعة الشرح كاملا مجانا لكل الطلبة اي طالب فولاسة انا وان شاء الله انت دخلت جديد تقدر تعتمد علينا بإذن الله بعد ربنا اعتمادا كليا ان احنا ان شاء الله هنوصلك وهنشرح لك كل حاجة بالتفصيل على اليوتيوب مجانا طيب حضرتك بقى حابب انك تتابع معانا عشان تقيم نفسك او كواليه امر تقيم ابنك هل ابنك بيشتغل صحة في المادة دي ولا لا ده اللي احنا بنقدمه لك ان شاء الله من خلال المنصة من خلال المنصة بقى جماعة بيكون عندنا الوجبات والامتحانات والمتابعة الدورية لابنك بس انا هأكد على حاجة قبل ما اقولك احنا بنشتغل ازاي على المنصة الاول انا اسم المنصة ايه واخش عليها ازاي منصة بتاعتنا جماعة هتكتب هتخش على جوجل وتكتب منصة استاذ خالد صار او تكتب منصة الاسطورة وتقوم دايس عليها وتبدأ تعمل حاجة اسمها انشاء حساب طبعا المطلوب فيها حاجات بسيطة خالص اسم ورقم تليفون الطالب ورقم تليفون وليه الامر لحد ما تدوس ارسال وتنشئ الحساب واحنا سيبين لك في الوصفة تحت فيديو بيوضح ازاي تنشئ حساب على المنصة عندنا طب بعد ما انشأت حساب بعمل ايه بخش بقى اشتري الكورس الكورسات عندنا جماعة بتكون بالشهر حضرتك بتخش تشترك معانا بالشهر الشهر الاول اول ما قبل ما بيجي يبدأ قبلها باسبوع بيتفتح الكورس وبنعلن ان حضرتك ممكن تبدأ معانا طبعا احنا بدايتنا ان شاء الله ككورسات هتبدأ حصص فعلية واحد تسعة يعني انت لازم تكون عامل اكاونت من قبلها من عشرين تمانية تكون جاهز وعمل الاكاونت بتاعك ومشترك في الكورس ان شاء الله طب ايه اللي انا بحصل عليه بقى من خلال المنصة قبل ما اقولك ايه اللي انا بحصل عليه من خلال المنصة وليه الامر لازم يتأكد من الحتة دي كويس ان في خانة رقم تليفون وليه الامر احنا كاتبين فعلا ان رقم تليفون وليه الامر لان التيم بتاعنا هيتوصل معاك عشان يتأكد طب ليه احنا لازم نتأكد من الحتة دي الريبرت اللي بيقيم مستوى ابنك بيجي لك على التليفون بيجي لك ريبرت اسبوعي وريبرت شهري يعني بعد ما بيقلص الولد المحاضر أو يحل واجبها احنا بنبعت لك ان هو عمل كذا طب لو ما عملش بنقول لك برضو ان هو ما عملش بعد الامتحان بنبعت لحضرك على التليفون بتاعك على الواتس بنبعت لك برضو الدرجة بتاعته في الامتحان عشان تقدر تقيم ابنك فعلا استفاد وحقق حاجك ويسه ولا ما حققش فعشان كده لازم نتأكد ان الرقم تليفون وليه الامر هو اللي مكتوب بشكل صحيح طب الحاج اوز ايه رقم اتنين احنا بنقدم له ايه بقى على المنصة هو شاف المحاضرة قريدي على اليوتيوب هيخش بقى على المنصة هيلاقي واجب المحاضرة هينزل واجب الواجب ده تقريبا بيكون حواليا خمسين سؤال على كل الافكار اللي في المحاضرة خمسون سؤال دول بقى مش هلاقوا في كتاب خارجي مع احترامي يعني مع احترام والكتب الخارجية بتبزل مجهود احنا معاليين في مستوى الاسئلة كمان عن معظم الكتب الخارجية فاحنا بنزله على المنصة واجب للمحاضرة دي الباش مهندس بيخش يحل الواجب وبعد ما بيدوس إرسال بتظهر له الدرجة مش بس كده ده بينزله كمان قبل الحصة اللي بعدها بينزله كويز على المحاضرة دي يبقى أنا بينزله واجب وبينزله كويز طب الولد حلو فيه حاجات مش فاهمها في الواجب هي ليه غلط بينزله فيديو الحل بقى فيديو الحل وكمان بينزله على المنصة طب الكويز اللي هو حلو فيديو الحل بتاع الكويزات برضو بينزله على المنصة مش بس كده بعد ما هو حل الواجب وحل الكوز وظهرت الدرجة احنا بنبعت تلقاء الولي الأمر رسالة بنوضح له فيها ابنه عمل ايه في اول محاضرة عندنا طيب وهكذا بقى في كل المحاضرات كل محاضرة احنا بنعمل كده في اخر الشهر بنعمل للطالب امتحان على الباب اللي هو خلصه وبعد ما بيمتحن على الباب برضو بنبعت الولي الأمر ريبرت بقى بالشهر كله كل الدرجات والامتحان النهائي اللي كان على الباب ده اللي احنا بنوفره لحضرتك من خلال المنصة المتابعة والحال طب لو انا ابني وقف حاجة هل انا طب انا كده ابني مش عارف يوصل لكم لا حضرتك مفيش الكلام ده خلص احنا عندنا دعم علمي ودعم فني الدعم العلمي والدعم الفني هما الاثنين بيكونوا شغالين كل يوم من الساعة اثنين ظهرا الى الساعة العاشرة مساء الطالب بيخش معنا على جروب على الفيسبوك بيقدر ان هو يبعت السؤال في اي وقت في الوقت اللي احنا حددنا ده وبيتم الرد عليه بشكل سريع من مدرسين متخصصين ده كده بالنسبة لنظام الدعم العلمي الدعم الفني كمان عنده على المنصة حاجة اسمها الشاتبوت رسائل يقدر يتواصل معنا لو عنده مشكلة في المنصة مش فاهم ازاي يشغل الفيديو او اي حاجة بنسهله كل الكلام ده وبالتالي احنا بنقدم له المتابعة كل اسبوع حل امتحان كل اسبوع على المحاضرة امتحان على الباب في النهاية ريبرت وتقرير شامل بيوصل لوليه الامر بالمستوى بتاع الطالب هو كان عامل ايه على مدار الشهر ده طب بالنسبة للمذكرات بتاعتنا كمان احنا المذكرات بتاعتنا جماعة موجودة في اكتر ممكن تشحنها من خلال الويب سايت بتاعتنا بي بوك او من خلال بوك ستور اللي سايبين اللينك بتاعهم برضو اسفل الفيديو تقدر تطلب المذكرة وبتجيلك وهي مذكرة واحدة للترم كله يعني انتخيل هو شغل الترم كله في مذكرة واحدة مش بس كده فيه كمان اماكن بتوزع مذكرتنا كل الاماكن اللي احنا شغالين فيها في القاهرة والجهيزة مع تلتة سنوي فيها مذكرات سنة اولة وتانية وتالتة فتقدر تاخد مذكرتك من اعرب مكان ليك كمان المحافظات احنا عندنا منافس في المحافظات سايبين لك لينك تحت فيه كل الاماكن اللي موجودة في مذكرتنا تقدر تحصل على مذكرتك من اعرب مكان ليك بكل سهولة من غير ما تستنى ومن غير كمان ما تغرم تكاليف شحن الزيادة وبنتواصل مع والي الامر بشكل واضح وبشكل كبير عشان نطمنه على مستوى ابنه لو كان فيه تأثير طبعا بنبلغه برضو بيتم الاتصال تليفونيان بولي الامر عشان نأكد ان فيه مشكلة عند الطالب وان احنا لازم نضغط شوية عالطالب او نتابعه بس كده ده بالنسبة لانظام الانلاين للطلبة اللي خارج محافظة سويس ننتقل بقى للجزئية التانية لطالب محافظة السويس فانظامنا ان شاء الله يا جماعة هيكون عامل ازاي او ايه اللي احنا بنقدمه مختلف عن الطلبة اللي في محافظات اخرى تعال اقول لك حبيب قال وطبعا وليه الامر ياريت برضو يسمع كويس عشان يبقى فاهم احنا بنقدم ايه للطالب عشان يختار النظام الانسب لابنه هو له مطلق الحرية في ده طب يا جماعة احنا بالنسبة لنا بالنسبة للشرح هو نفس الكلام الطالب هيشوف الشرح على الجزئية الخاصة باليوتيوب بينزل بعد كده الطالب بتاعنا بقى يعمل ايه عندنا واجب الواجب بتاع الطالب برضو الواجب بتاع الطالب هو بيحل الواجب ده على المنصة وبنشوف انه هو حله طبعا وبنعمل تقييم للواجب بتاعه بس الاختبار الاسبوعي بتاع الولد بالنسبة لنا في السويس مش هيكون على المنصة وانما هيكون على الارض الولد بيختبر مرة اسبوعيا على المخاضرة اللي هو اخدها طب احنا ليه بنختبر طالب السويس على الارض احنا بنسبة لنا الطالب بيجي هنحدد له معاده هنحدد الكلام ده كله المطال يجي يحجز ان شاء الله هنفهمه الفكرة هيجي ياخد معاده وبيعرف معاد امتحانه بتاع كل اسبوع عشان ينزل يمتحن طب بعد ما امتحن الولد والله الولد بتاعنا حاجة من اتنين يا ايما بينشوف من خلال الدرجة بتاعته ان هو ما شاء الله حقق مستوى كويس جدا وبناء عليه خلاص تمام احنا كده تمام انت كده حبيبي كويس وباذن الله هتكمل على المستوى ده عشان تبقى احسن في اللي جاي يا ايما بيكون الولد عنده مشكلة طب لو ظهر لنا احنا ان الولد عنده مشكلة ايه اللي بيحصل الطالب اللي عنده مشكلة في اي حاجة احنا موفرين فريق من اكتر من خمس ست مدرسين كلهم جاهزين ان هما يعودوا مع الطلبة ويشرحوا لها الاجزاء اللي واقعة منها انا الطالب النهاردة عنده مشكلة لا خلاص هيقعد مع مدرس متخصص طبعا وهيقعد معاه وهيشتغل الفريق بتاعنا جماعة ناس كلها ماشاء الله متميزة جدا فبيبدأ يشرح للطالب واحدة واحدة الجزئية اللي واقعة منه تمام كده وبعد كده بيختبر الطالب تاني عشان يشوف مستوى الطالب كان عامل ايه طبعا اللي حصل ده بيتبعد بيه برضو ريبرت الولي الامر او بنبلغ ولي الامر ده اسبوعيا بيحصل كده فالطالب هنا عندنا بيمتحن على الارض مش بس كده امتحان الشهر بتاع الطالب هو كمان بيكون على الارض ما بيكونش اونلاين ده الطالب السويس هينزل يمتحن على الارض عشان نقيم مستوى ايه كمان بقى طالب كمان السويس يا جماعة احنا حطينه او مميزينه بحاجة مهمة جدا ان احنا بعد ببنخلص كل باب انا بنزل ادي له محضرة محضرة شاملة على الباب ده بيحضرها دي على الارض يبقى المحضرة الشاملة لمراجعة الابواب لطالب السويس بتكون موجودة على الارض هو تقريبا بيحضر الباب اللي هو بيكون اربع او خمس محضرات بيحضرهم اونلاين ويمتحن عليهم على الارض امتحان طالب السويس على الارض انا كلامي واضح ها هو طالب السويس امتحانه هيكون على الارض امتحان الاسبوعي واللي امتحان الشهر بتاعه بيكون على الارض والمراجعة الشهرية بتاعته كمان بتكون انا بنفسي اللي بنزل اشرح له كل حاجة تاني برجع له على المحتوى اللي هو اخده وحل معاه تاني على الباب ده عشان يتأكد انه كله تمام بعد كده بيخش يمتحن يبقى طالب السويس بتختلف في امتحاناتها الاسبوعية امتحانه الشهر اللي بعد نهاية كل باب المراجعة اللي بتتعمله على الارض طبعا مذكرات طلبنا في السويس موجودة في السنتر يقدر يحصل عليها ان شاء الله قبل ما يبدأ الكرسى هتكون موجودة وهنعلن عنها انها اصبحت متوفرة طب انا النهاردة لو الطالب بعد فترة بصرا في السويس على سبيل المثال قال لا انا والله اولي الامر قال لي والله يا مستر انا الانلاين مع الولد مش احسن حاجة الولد مش محقق نتيجة طب هل في بديل اه يا فانديم في بديل احنا موفرين لحضرتك اربع مدرسين ما شاء الله كلهم متميزين هم كمان بيكونوا عاملين مجموعات والمجموعات دي بيكون عادها اصغر طبعا من مجموعاتي تقدر انك تدخل الولد لو حس ان ده مش افضل النظام لي احنا بنقدم لك اكتر من نظام وحضرتك حرض تختار لابنك اللي انت شايفه مناسب واحنا معاك كمان في الاختيار ده عندنا مدرسين يقدروا ان هم يتعاملوا مع الولد في مجموعة صغيرة يعودوا معاها واحدة واحدة لو في حاجة مش مستوعبها زي ما قلتلك احنا بنقدم ديك خدمة لحضرتك حابب الولد ان هو ينضم المجموعة ويشتغل على الارض بس ويكون معانا في المراجعة بتاعت اخر الشهر برضو دي هو ممكن يحققها كل الصبل احنا بنوفرها لطلابنا جماعة احنا اللي يهمنا في البداية والنهاية ان الطالب يكون كويس سواء كان معانا او مع غيرنا فاللي يهمنا ان احنا نطلع طالب قوي في المادة دي مؤسس بشكل علمي وبشكل جيد ما نبعد شوية عن فكرة ان لا هو خلاص دي مادة صعبة جدا انك تبقى فيها كويس بالعكس سهل جدا انك تحط الاسيات لطالب اولى سنوي عشان يطلع بعد كده تانية وثالثة بإذن الله يبقى مستريح في شغله سيب كلمة ان احنا بنشد في ثالثة لا 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 احنا بنشد من اولى وبنبني من اولى بالعكس اولى دي هي الاساس اللي احنا بنبني عليه وبناء عليه لو الطالب طلع قوي من اول سنة اولى وحابب المادة بإذن الله هيحقق بعد كده فيها نتيجة محترمة ولذلك احنا بنتوجه لأولياء الامور بالنظام ده وبإذن الله ان شاء الله ينال اعجابكم والناس اللي هتكون معانا ان شاء الله هتاخد بالها كويس قوي ان احنا فعلا بنقدم برودكت محترم قدم ناس سنة اللي فاتت بس عززنا وقوناها بأفضل السنة دي عشان نقدر نقدم به طلبة بتوعنا سواء كنت في السويس او خارج السويس الحاجة كمان الاخيرة اللي انا حابب ان انا اأكد عليها بالنسبة للطلاب بتوعنا اي طالب شاف ان النظام ده مناسب لي او قرر ان هو هيكون معانا ان شاء الله جماعة قبل ما نبدأ في المنهج وهنحدد المعدة وهننزله ان شاء الله فاخر اخر شهر تمانية وهو قرب خلاص ما بقاش بعيد هنحدد اليوم بالزبط هنبدأ ندي حصتين او محاضرتين تأسيسيتين دول يا جماعة ان شاء الله هيكونوا على الارض دي اساسيات علم الكيميا لازم تبدأ بها معانا قبل ما نبدأ نخش في المنهج دي محاضرات كمان هتكون على الارض يبقى طلبة السويس التركيز للمرة الاخيرة عشان ما حدش ينسى لان محاضرتين الطلب اللي هيكون معانا ان شاء الله وهيكمل معانا على المنصة ليه محاضرتين تأسياتين هيكونوا على الارض بعد كده بيبدأ يمشي معانا بالنظام اللي احنا حطناه هو هتنسى محاضرة الشرح بتنزل على اليوتيوب الواجب والامتحانات بتكون على المنصة هو والمتابعة طالب السويس امتحاناته وكوزاته والمراجعة بتاعته بتكون على الارض ارجو في النهاية ان انت لو عندك طبعا اي استفسار طالب السويس ممكن يستفسر معانا من خلال السنتر هنرد عليه اي حد برا السويس حابب انه هو يسأل عن اي حاجة معانا من خلال المنصة من خلال الشاتبوت هنرد على كل اسئلتك وباذن الله هنخدمك في اسرع وقت وباعلى كفاءة ارجو ان طلابنا ان شاء الله ما يبقوش خايفين من حاجة لان انا عارف انها مرحلة جديدة بتكون مسببة قلق للطالب وليه الامر ما تقلقش احنا معاك هنزبط الدنيا دي خالص مش هيكون فيه اي قلق باذن الله وباذن الله هنوصل مع بعض للقمة رجاءا وليه الامر حافظ على ابنك بمتابعة مستمرة لي معانا ما تسيبش وتقول اصلي معهم مع مدرس انا وردته درس وخلاص لا تابع حضرتك معانا واحنا باذن الله هنتابع مع حضرتك واحدة واحدة وهنكون على تواصل دائم مع وليه الامر عشان باذن الله نحصل على مستوى قوي جدا لأولادنا شوفكم دياما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته